موسيقى سيد عبد الحفيز النجم الذي لم يعرف سوى قميص النادي الاهلي وانجيلة مختار التتش يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو المولود في يوم السابع والعشرين من اكتوبر عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين بدأ مشواره في القلعة الحمراء كناشي في سن الحادية عشرة ليتدرب على يد اسماء كبرى تشرب منها عشق النادي الاهلي شارك سيد عبد الحفيز للمرة الاولى مع الفريق الاول النادي الاهلي موسمة ستة وتسعين سبعة وتسعين واصل مشواره ولمدة عشر سنوات مشاركا في مائتين وعشرين مباراة رسمية سجل ثلاثين هدف اغلاها على الاطلاق هدفه في مرمى التراجي تونسي في نصف نهيئي دوري ابطال افريقيا الفين وواحد هو الهدف الذي لا تنساه الجماهير كان سببا في الصعود الانهائي الذي شهد بصمته ايضا باحد اغلى الاهداف في مرمى سندونز الجنوب افريقي ذهابا توج سيد عبد الحفيز باربع عشرة بطولة مع الاهلي يمتلك مسيرة دولية مميزة بثمان وعشرين مباراة رسمية وستة اهداف اعتزل سيد عبد الحفيز كرة القدم في العام الفين وستة ولانه لم يعرف سوى الاهلي يواصل مشواره مع القلعة الحمراء كمدير للكرة كل عام وانت بخير يا كابتن سيد عبد الحفيز موسيقى